جامعة الموصل والموصل هي عادة للحياة المجددة كالعنقاء عندما تنتفض من خلال الرماد أن نطور من مهارات التواصل مع البحثين الأجانب كيف يود هذا الطالب أو هذه الطالبة أن تتواجد معنا ضمن عائلة كرسي اليونسكو مشاهد غير معهودة لأي أستاذ أو تدريسي على فكرة أنه الأستاذ التقليدي الأستاذ التقليدي الصف والمنهاج والطالب وكذا لكن اليونسكو وكرسي اليونسكو بالذات يعني شراكات شراكات مع باقي كراسي اليونسكو في العالم كله زائدا الشراكة مع المجتمع المحلي مع المؤسسات المسؤولين مع المؤسسات المجتمع المدني مع الأشخاص، الهيئات، الفئات فإذن هو أشبه بمنصة فعليا ثقافية تبحث نحو تحسين الحياة يجب أن تكون الحياة التي يتواجد فيها كرسي اليونسكو على أفضل ما يكون هذه الفكرة خلال هذه المشاريع السواء كانت الدولية أو السواء كانت المحلية استطعنا أيضا أن نحصل على ولأول مرة في جامعة الموصل استضافة زائر هذا استضافة زائر كانت من خلال توماس التابع لجامعة نيويورك وهو مدير مركز بناء السلام في جامعة نيويورك استطعنا أن نستضيفه لمدة 16 يوما في جامعة الموصل كانت لديه أكثر من محاضرة علمية فضلا عن ذلك استطعنا من خلال هذا المشروع مشروع جامعة نيويورك أن نحصل على تعاون بين مركز بناء السلام في جامعة نيويورك مع كلية الآداب طبعا استفادنا استفادة كبيرة من هذه المشاريع البحثية وهذا المشروع البحثي بحد ذاته لأن هذا المشروع البحثي خلانا من خلال خاصة الجانب التدريبي أن نطلع على أهم الأساليب البحثية التي تجرى على مستوى العالم سيكون لدينا من ضمن أسبوع الكرسي للعام الدراسي الحالي نظام جديد وهو نظام اليونسكو تشير توك في هذه المرحلة سنحاول أن نتعرف على قصص نجاح داخل جامعة الموصل من ضمن طلبة الدراسات الأولية بالحقيقة تدربنا على برنامج التعليم من أجل السلام وكانت خطوات ناجحة ومهمة في أخذ كثير من المفاهيم التي لم نتطرق لها سابقا كباحثين عراقيين بتكوين فكرة جديدة ومعالجة المشاكل الحقيقية التي تعاني منها مجتمعات ما بعد الصراع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة